وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني خطاباً إلى رئيس لئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة ورئيس مصحة المواني والنقل البحري ومدراء فروع الشركة الليبية للمواني يعرب فيه عن رفضية تام لقرارات صادرة عن المجلس الرئاسي المنتهي الولاية بشأن تشكيل الجامعة العمومية للشركة الليبية للمواني وتشكيل مجلس إدارة ولجنة للمراقبة هذا وأكد القطراني أن هذه القرارات هي والعدم سواء لمخالفتها نص مواد الاتفاق السياسي هذا وحذر القطراني كل من يخالف القرارات وما جاء بها سيعرض نفسه للمساءلة القانونية لمخالفته تصريح أحكام القانون